إلى ذلك لقي شيخ قبلي مصرعه برصاص عناصر مسلحة تابع لميليشيا الحوثي في قرية المعزبة بمنطقة العود في محافظة إب مصادر محلية أفادت أن ميليشيا الحوثي قامت بقتل الشيخ أحمد مصلح الحضرمي أحد مشايخ مخلاف العود من أبناء قرية المعزبة على خلفية اتهام الشيخ بإطلاق نار في حفل عائلي وأكدت المصادر أن قتل الشيخ كان تحت ذريعة إطلاق النار حيث قدم طقم تابع للحوثيين وأخذوه بالقوة وفي الطريق حدثت ملاسنة وتم إطلاق النار عليه